اشتركوا في القناة وهو الوحيد الذي أنا أداك له حكمه العادل في هذا الموضوع أما أنا من سبيلتي في الدنيا فالقاضي وشهوده بشار والغريب في الأمر أن هناك أكثر من ثلاثة مصرحيات في مصر حول هذا الموضوع أيام إخواني المسلمين وأتكلموا عن الشيطان والوسطة في الشيطان وضعوا الشيطان في العلاقات ومصرحيات تضحك ورغم ذلك لم يقولوا أبدا بأن هناك استئزاء ضحكوا في المصرحيات وانت على الموضوع أنا أطرح سؤالا بسيطا إذا كان هذا الموضوع لفنادق يتير كل هذا الاستفزاز لدى سبب الكرام لماذا حينما كان رئيس الحكومة لا يضع قانوننا وينتهي الموضوع وينتع قانون ويمنع فيه ويفرض عقد الزواج لماذا سكت عنه؟ لماذا سكت عن القمار؟ كان في يده القانون وكان رئيس الأغلبية وكان رئيس حكومة لم يفعل أي شيء يحتاج أوه به ولأنني أتكلم بحرية وصرحة أسمع منه هذا الكلام لما كان في رئيس الحكومة كان الإسلام لايت وحينما أصبح خارج الحكومة أصبح متشديدا وأصبح كذا أنا سكت عنه كثيرا كنت رجوة لكن ما كنت أعتقد أنه داخل سمفجار لأنه ليست من صفات المسلم ولكن بما أنه قرر ذلك فمرحبا لنفتح النقاش إذن لكن لا يستفزون الموضوع أنا لا أريد أن يستفزون أنه أنا أحفظه للصدقة والدهى ولا أريد أن أدخل معه في هذا النقاش ولكن الرجل تجاوز كل إلا الحديد أنتص إلى حزبة كان في الحكومة الكيسير دونة يصدر بيان على الصريح يعني هؤلاء الناس وصلوا إلى الضرك الأسفل من التقافة السياسية لذلك أقصى قلوا لهم شيء هم يعرفونني ويعرفونني شخصيا ويعرف قناعاتي الدينية ويعرفونني والآن يبحثون على أي مبرر بالإساءة لي ودفع الآخرين الساءة إلى عائلتي بل هناك شخص يبكي في الفيسبوك يا أخي إذا كنت تريد مناجة الله والبكاء بين يدي الله عن فعل ما فإيجب أن تكون وحيدا لأنك بينه وبين خلقك حتى ترجل في الفيسبوك فإنك تمثل والتمثيل لا يجوز في الدين لا نمثل بالدين نحصل على الأسور إذا كنت متضررا وكنت إلى هذه الدرجة من الحساسية فأنت ترجل الله بينك وبينه قيل فيه كلام أولا لا يؤخد المسلم من المعصية لا يكفر مسلم من المعصية وهاء بعض تخرج أنه كافر وأنه كذا فلا يمكن تكفير شخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن كفر مسلم وحد الله فهو كافر إلى غير ذلك من المضايا هذه هي كلة تتبين شيئا آخر أن هؤلاء الناس رجعوا إلى منطق أن المشكل بين جهة والدعوة الإسلامية أن المنطقة في جهة والإسلام نحن كلنا مسلمون ربما في بعض الحيان أننا مسلمون عصات أحطى بيئة جدا والله والمسلمون دائما خطاء وخير الخطائين التوابون منتهر الموضوع لماذا بالضرر أن أن أعطى بكل هذا الكلام وأنني قلت جملة بحسن الله وأنا ما كنت أمزح أنا قلت بأن الشيطان لا يمكن أن يكون شاهدا أمام قاضي دنيوي يكون شاهدا أمام قاضي أخروي وهو جل جلاله العادل ولكن لا يكون أمام قاضي دنيوي موسيقى 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 موسيقى